شخصية البطل بقى لك حوالي عشر. لا اربعة وثلاثين تمت اربعة وثلاثين. ماشي يلا. بص يا احمد. النادي الاهلي فيه سبحان الله فيه ميزة. ودي يعني انت بتدخل النادي. انا اتحدى لو فيه لعيب كرة دخل النادي الاهلي قابلي او بعدي او او لحد الوقتي. اما يخش النادي حد يقول له ايه ملكاس. حد يقول له ايه ملكاس. لا. انت والله بتتأخلم لوحدك كده اوتوماتيك. من وانت 13 سنة. وانت 13 سنة بتتعلم ازاي. تدريبك. لعبتك. مدربك. ما فيش غير حاجة واحدة تفكر فيها. تكسب. 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 ماكسب. تعادوا انت خسران. فانت الحاجات دي بتشربها وانت صغير. 13 سنة بتلعب على بطولة. لازم تكسبها. من 13 سنة فيه جمهير بتشجعك. حاجات دي كلها مش في ايه نادي. فيه جمهير بتشجعك وانت عند 13 سنة. حفظين اسمك. حفظين اسمك. يروح وراك في كل حتة وعايزينك تكسب. فانت خلاص. انت تعودت. فيه حاجة كده تروح في دما� فمخك. كده حد ما تعتزل. الممكن بقى في ماتش احتزالك مش عايز تخسر. عايز تكسب برضي. والله يا حمد. وانت ببطر عايز تكسب. لان انت تعودت على كده. احنا في أوقات بتطلعين متعدلين وعملين متشارات جميلة جدا. وتلاقي فيه انهيار في قط اللبس. عشان متعدلين. عشان متعدلين. مش عشان لقدر اخسرت. حاليا انا مش عارف. اه لا اه. دفنينه سوا. كويس. انا هكي لكم قصة انا وعلاقي معهود دلوقتي. قصص. كويس. كويس. فهو دي شخصيط البطر. شخصيط البطر ما بيجيش في. وانت كبير. لا لا لا. شخصيط البطر بتطلع معك. بتعيش معك. بتكبر معك. كلنا بتاخد خطوة بتكبر زيادة. بتاخد خطوة بتكبر زيادة. من غير ما حد يعلمك. والله انا ما عمري شفت. انا عمري ما كان فيه مدرب. قال لي حاجة. انا او مدرب مراني كابت محمود السياسة. الله يرحمه. الله يرحمه. جميل. راجل جميل جدا. ده صاحب فضل كبير جدا علي. طبع. عشان ده اللي بدأ معايا من من اول خارس. نعم. عمري ما قال لي. كان الكريم فني. لكن عمري ما قال لي. لازم نكسب. واحنا النادي الاهلي. والفن والحمر. ما فيش. لحد ما. طلعت الفريق اول من كده. خلاص. انا عارف انا عايز اعمل ايه. انا مش عايز اخصر في تأسيمة. في التمرين. تأسيمات كان بتبقى نار يا حبيبي. كابتون جواري كان بيلغي تمرين يا حبيبي. كان بيلغي تمرين عشان. كابتون طاس معيه المرة من كتر التكلنج. قال لك ايه. 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 كويس. من كتر ما لقامت حمسة في تأسيمة في النادي. فانت متخيل ايه. فانت يدي شخصية البطل. اه. شخصية ما تتكون معاك. ما حدش بيقولها لك. لا. حلوة او بتتكون معاك. معاك. اه. لكن ما تتقالش. قول لي يا جيلك. جيلي. اه. كابتون طهر ابو زيد. نعم. محمد حشيش. مسمع عباس. اه. ويه. دول دول اللي كملوا معاي. نعم. يعني انا انا اول ما روحت الاختبارات خالص كان. كان طهر هو الاسم المسمع. هتتلعي. اه. ما شاء الله. طبعا. طبعا. كان طهر بدي اسم المسمع. كان سبعني قبلها. كان سعيد فارس. وشعبان البطل. لا موجود. موجود. وشعبان موجود. وكان. وكان رجب نجم. دولة Hiata. كان روح النادي الاهلي قبلي. سعيد كان بكرية يا جماعة. كان حفي كده. آآ. كويس. سلم عليك يا سعيد. سعيد. نعم. وشعبان كان قريق قبط إنسابت. كان هم سبقوني قبلها بسان. شعبان البطل. شعبان البطل. كويس. سبقوني قبلها بسان. وكان بلعبه مع دكتور عمرو مجد. نعم بس أنا روحت اختبارات بقى عادي كتا لا احكي لي يعني كنت الحوام دي كانت سفر اه طبعا بالنسبة لي كانت سفر اه طبعا كانت موصلتين بتيجي ازاي بقى على اطر بتيجي اطر اطر بعدين بنزل ده باللوق بين اطر لا اطر بنزل في الجيزة باخد من الجيزة والله فاكر اللي كان اسمه ايها عشر بشرطة ينزلين عند المعرض مكانش فيه مقربصات ساعد لا لا كانت شرطة عشان شرطة نزيك عند المعرض. عند المعرض اتمشي حيتي دي خش على النادي الاحلام. الحج محمد ميهوب. كويس. الله يرحم. ده كان ليه دور مش طبيعي معادي. طبعا. يا جماعة انا عيشت ببيته على النادي ميهوب حوالي خمس سنين في الحمدية. اه اه. ان انا كنت قاعد في شقة هنا النادي معادي في شقة. فارروح بالليل عند علا. بالليل ده ساعة كان ساعة تمانية ده كان بيبقى بالليل ساعتها. اه بالليل اوي. اه والله مش بي عنده اتناشر. بس بقى والدته. الاكل الفلاحي والبيت بقى الجميل. يا سماعك يا سماعك الفكرة. انا دي الصحة يا رب. انا دي الصحة. حاجة مش طبيعية. اما الحج محمد ميهوب. فكان هو اول من ينتظر على ميهوب في المطار واحنا راجعين بالاحضان يا حبيبي بالاحضان. وفرحة الاب بابنه. انا يعني من الحاجات اللي عمري منساها. كلا. انا فوقيت احمد ان آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� شكرا